الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فهذا إن شاء الله تعالى شرح مختصر لأذكار الصباح والمساء التي جمعتها بحول الله وقوته قبل وهي مطبوعة منشورة ولله الحمد والمن قال تعالى فاذكروني أذكركم فالذكر يورث الذاكر ذكر الله تعالى له ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا فكيف والذكر يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة ويورث حياة القلب والهيبة للرب ويفتح أبواب المعرفة ويورث الإنابة والمراقبة ويحط الخطايا ويزيل الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالى وهو غراس الجنة إلى غير ذلك من فوائد الذكر التي ذكرها العلامة بن القيم رحمه الله في كتابه الجليل الوابل الصيب وقد كنت بحول الله وقوته خدمت ذلك الكتاب وذكرت تخريجات عامة وأحكاما مجملة على الأحاديث التي ذكرها الإمام في أذكار اليوم والليلة آخر الكتاب وذكرت أثناء خدمة الكتاب وشرحه ما تركه الإمام رحمه الله من الأحاديث الثابتة وسألت الله تعالى التوفيق لإخراج ونشر أذكار الصباح والمساء وحدها لعظيم الحاجة إليها وقد رغب ولدي أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد زاده الله توفيقه أن يخرج تلك الأحاديث تخريجا متوسطا بلا إسهاب مع ذكر أحكام الآئمة من المحدثين على الأحاديث ما أمكن فأذنت له فقام بذلك متوخيا لاختصار ما واسعة وذكر الله تعالى هو حياة القلوب وقرة العيون وبهجة النفوس وشفاء لما في الصدور وعظم ما تحيا به الأرواح وتسعد فهو للقلب مثل الماء للسمك فكيف حال السمك إذا فارق الماء ولا تطيب حياة المؤمن إلا بذكر الله والقلب الغافل عن الذكر قلب ميت والبيت الذي لا يذكر الله فيه بيت خراب فحياة القلوب وعمران البيوت بذكر الله وموت القلوب وخراب البيوت بالغفلة عن ذكر الله كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحة مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وفي رواية لمسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت والذكر هو الطمأنينة والطهارة للقلب كما قال الله تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي الحديث الذي أخرجه مسلم فيه صحيحة لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ويكفي أهل الذكر فضلا أن يذكرهم الله جل وعلا كما قال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وفي الحديث الإلهي المتفق عليه فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فأي شرف أعظم وأي فخر أكبر من أن يذكرك رب العالمين ولذا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ذهب الذاكرون بكل خير ومن فضائل الذكر أيضا أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم عن القلب ويكسد ذاكر المهابة والحلاوة والنضرة في الدنيا والنور في الآخرة ويورث العبد المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان وذكر جلاب للنعم دفاع للنقم فما استجلبت نعم الله تعالى ولا استدفعت نقمه بمثل الذكر والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان وأكمل الذكر وأفضله وأنفعه وأحبه إلى الله تعالى ما تواطع عليه القلب واللسان فيذكر بلسانه ويتدبر بقلبه وأشهد الذاكر معانيه ومقاصره ثم الذكر بالقلب وحده بالتفكر والتدبر في عظمة الله وآياته وملكوته وذكره بالقلب عند الأمر فيمتثله وعند الناهي فيجتنبه فهو يثمر المعرفة ويبعث على المحبة والخوف والمراقبة ويردع عن المعاصي ثم الذكر باللسان المجرد فالمراد من الذكر حضور القلب فإن بغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة أي في التلاوة لاشتراكهما في المعنى المقصود والذاكر الخاشع من توارد على الذكر قلبه ولسانه وبدنه فلهج لسانه ووعى قلبه وخشعت جوارحه ومن الغفلة الغفلة عن معاني الأذكار خاصة أذكار اليوم والليلة وما تتضمنه من الإيمانيات وأصول الاعتقاد وبيان عظمة الله وجلاله وما تثمره من زيادة الإيمان واليقين وتعلق القلب بالله تعالى وهذه الغفلة من طرق الشيطان لصد الناس عن سبيل الله الرحمن فإن بغي معرفة معاني الأذكار وتدبر فيها حتى توتي أثمارها المرجوة ويكون لها أكبر الأثر في نفس العبد المسلم الأذكار التي تقال باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وأذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء وغيرها لا بد فيها من تحريك اللسان ولا يحصل ثوابها الموعود به إلا بالتلفظ باللسان وأما مجرد التفكر بالقلب فلا يحصل له هذا الثواب الخاص وإن كان يثاب من جهة أخرى وهي التفكر والتدبر ومن قرأ بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه بل لا بد من تحريك اللسان والشفتين لأنها أقوال ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين وذهب جمهور العلماء إلى اشتراط إسماعي القارئ نفسه القراءة والذكر وادبا كان أو مستحبا حتى يعتد به طالما كان صحيح السمع ولا عارض ولا مانع له يمنعه السماع ولا يكفيه تحريك اللسان والشفتين وقيل لا يجب ذلك بل يكفيه التلفظ باللسان والإتيان بالحروف وإن لم يسمعها فبذلك أتحقق الكلام والإسماء وأمر زائد على القول والنطق ولا دليل على وجوبه وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والإمام بن القيم رحمه الله ورجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله والأحوط للعبادة مذهب الجمهور وذكر الله مشروع في كل وقت وعلى كل حال وبلا حد ولا حصر فلا عذر لأحد في الغفلة عنه والتخصير فيه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلومة ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر في السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال وإن بغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متدليلا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسا ولو ذكر الله تعالى على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حق لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل وذكر الله تعالى يكون مطلقا ومقيدا فالمطلق هو المطلق في كل الأوقات والأماكن والأحوال ولم يقيد بزمن أو مكان أو حال وليس له صيغة أو عدد محدد فيذكر المسلم ربه في كل حين قدر استطاعته كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ دِكْرًا كَثِيرًا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانة رواه مسلم والذكر المقيد يكون مقيدا بالأزمان والأماكن والأحوال والأعداد فالمقيد بالأزمان بأن يخص الذكر بزمان معين يدور معه كلما جاء هذا الوقت وهذا الزمان لهج المسلم بهذا الذكر المعين كأذكار الصباح والمساء وعند رؤية الهلال والمقيد بالأماكن كذكر دخول المسرد والخروج منه ودخول البيت والخروج منه والخلاء وإذا نزل منزله وعند المشعر الحرام وأدعية المناسك وغيرها والمقيد بالأحوال كأذكار النوم والاستيقاظ منه والسفر والهم والحزن والكرب وعند الغضب وتشميط العاطس والجماع وعند صياح الديك ونهيق الحمار والدعاء لمن صنع معروفا إلى غير ذلك والمقيد بالأعداد كأن يقال الذكر ثلاث مرات أو عشرا أو مئة أو غيرها وإذا كان الذكر مقيدا بصيغة أو عدد معين فالأصل فيه أن يتقيد الذاكر فيه بما ورد صيغة وعددا فلا يزيد فيه ولا ينقص عنه ولا يغير فيه وإلا لما كان لتخصيصه بهذه الأعداد وجه إلا ما دل النص على مشروعية الزيادة فيها على الوارد كما في الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق عليه وفي الحديث من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمد مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه رواه مسلم ولا يشرع تغيير صيغة الأذكار التي وردت مفردة إلى صيغة الجمع كان يغير قوله اللهم احفظني من بين يدي ومن خلف إلى اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ناويا دخول أهله وأولاده معه فألفاظ الأذكار توقيفية فينبغي الاقتصار على ما ورد صيغة وعددا فما كان بصيغة الإفراد ذكر مفردة وما كان بصيغة الجمع ذكر بالجمع وإن كان المتكلم واحدا وما ورد بصيغة الجمع فلا حرج على المسلم إذا نوى بها نفسه وأهله بل ينوي المسلمين عموما كقوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وكقوله جل وعلا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين